السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أهلا ومرحبا بحضرتكم إلى حلقة جديدة من سلسلة وصف الجنة والنار نتناول شرح كتابين من كتب السلف كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام بن القيمة رحمة الله وكتاب التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار للإمام بن رجب الحنبال عليه رحمة الله وبركاته وتنولنا معا مواطن كثيرة في دار النعيم ودار العذاب الأليم واليوم ننزل مع تحية أهل الجنة وتحية أهل النار ولا يزو بالله كيف يتلقى هؤلاء وهؤلاء قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وزرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار قال الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الترحيب الترحيب قال الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أزى لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأزى الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة صدقة ففي دار الدنيا المصريون يقولون لقيني ولا تغديني يعني أحسن استقبالي ودعك من الأكل والشرق اللقاء أهم من الأكل والشرق وكذلك في الجنة من أجمل النعيم في الجنة الإكرام سلام عليكم بما صبرتم التحية لأنهم أمة السلام أمة الإسلام أمة تحيتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال عليه الصلاة والسلام من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه التحية التحية إذا حييتم بتحية قال الله عز وجل إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ففي الآخرة في الجنة لا يكون السلام غريبا على الناس يعرفون تحيتهم فيها سلام يفرحون بهذه التحية ويتنعمون بها قال ابن القيم على رحمة الله في حد الأرواح ومنشور أهل الجنة الذي يتناولونه على باب الجنة هو الذي جاء في الحديث إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وأقبال على الآخرة جاءته الملائكة مد بصره إذا كان المؤمن جاءته الملائكة الرحمة مد بصره فيجلسون منه مد بصره ثم يقولون أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى روح مرحان ورب راضي وغير غضبان وينزل ملك الموت ويقبضها تخرج منه تسيل كما يسيل الماء من في السقاء فإذا خرجت منه لم يتركها حتى يضعها في حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة ويصعد بها إلى السماء كلما أراد أن يتخطى بابا من أبواب السماء سئل روح من هذه الطيبة بأجمل أسمائه الذي كان في الدنيا يقول هذه روح فلان ابن فلان فتفتح له أبواب السماء السابعة حتى ترتفع ثم يسأل العبد في قبره يوضع في قبره وترجع إليه الروح ف إذا صعدت الروح إلى السماء السابعة روح المؤمن إلى السماء السابعة يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين فهذا منشوره الأول الذي علمه الله عز وجل من قبل أن يسأل في القبر وروحه في السماء السابعة اللهم اغسدنا بالماء والسلج والبرد وطهرنا من خطيانا كما نقى السوب الأبيض من الدنس واجعلنا ممن يأخذون كتابهم بأيديهم واجعل أسماءنا تكتبوا في عليين اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم تنزل الروح وتلقى الجسد في القبر ويسأل من ربك ما دينك من نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال له ومن يدريك فيقول قرأت كتاب الله عز وجل وآمنت به فيقول الله عز وجل صدق عبدي التصديق على المنشور اللي في عليين التحية اللي هيخدها في الجنة التأشيرة جت من لحظة الموت اكتبوا كتاب عبدي في عليين صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من الجنة ثم يأتيه جليسه أول عياذ بالله إذا كانت روح المنافق جلس منه الملائكة مد البصر ثم يأتي ملك الموت ليأخذ روحه ويقول خرجي أيتوى الروح الخبيثة إلى رب غضبان وجحيم ونيران فترفض الروح وتتفرق في الجسد فيضربها وينتزعها منه ينتزع الروح من الجسد فتخرج كما يخرج الصوف المبلول من بين الأشواك ثم يضعها في كفن من النور وحنوط من النور ويريد أن يصعر بها إلى أول السماء فيقال روح من هاده الخبيثة فيقال روح فلان بن فلان بأخبث أسمائه فلا تفتح لهم أبواب السماء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق وترجع إلى جسده ويقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في سجين والعياذ بالله التحية التي سيستقبل بها على باب جهنم الشهادة بتاعته ومنشور بتاعه كتابه في سجين مكان السجن حيث السجن مش فعليين في الجنة يسأل الله الجنة ويستقبل في قبره بملكين أسودين أزرقين أنيابهما تجران تبحثان في الأرض وأبصارهما كالرعد الخاطف وأصواتهما أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد العاصف يقولان من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال لا دريت ولا تليت ويقال كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار وافرشوا له من النار اللهم أجرنا من النار ثم يأتيه جليس السوء ويقال له أنا عملك السيء معك إلى يوم القيامة أنا كل أغنية وكل منظر حرام رأيته أنا أكل الحرام أنا السعي في الحرام أنا أفعال الحرام معك إلى يوم القيامة قال الله عز وجل هذا وإن للطاغين لا شر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا فيش تحية فيش سلام لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فيش تحية فيش سلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم النصر قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقال سبحانه فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى الجحيم لا تسلم عليهم النار تزفر عليهم سمعوا لها تغيزا وزفيرا والعياذ بالله لا تحيى لا ترحيب فيا عباد الله هذه الجنة وهذه النار وكل دار تهيأت لساكنيها فهلموا إلى الجنة بالأعمال تدرككم رحمة الله فيها وفروا من النار بالتوبة النصوح فباب التوبة مؤقتا مفتوح